من إسطنبول مباشرة معنا إبراهيم الحريري مراسل أورينت نيوز أهلا بك إبراهيم هل تضحت الصورة بالنسبة لك من خلال طبعا تواصلك مع الداخل السوري تحديدا في محافظة درعا ما يجري في مدينة الشيخ مسكين وعموم المحافظة خاصة في ظل هذا الاجتماع بين وجهاء من محافظة درعا وقادة في ميليشيا أسد نعم حقيقة يعني عقلية ميليشيا أسد الطائفية لا زالت كما هي منذ بداية الثورة السورية في 2011 إلى حد هذه اللحظة تتعامل ميليشيا أسد الطائفية مع أبناء محافظة درعا بذات العقلية وهي عقلية السطوة وإرادة الإجرام والاعتقال الآن كما نعلم أن مدينة الشيخ مسكين هي مدينة عاد إليها بعض أبناؤها بعد سيطرة ميليشيا أسد الطائفية واتمام السيطرة على عموم الجنوب السوري ولم تكن محررة أصلا مدينة الشيخ مسكين كانت محتلة بالكامل ولا يتواجد فيها مدنيين عاد إليها المدنيون بعد اتفاقات المصالحات التي جرت في محافظة درعا عاد إليها المدنيون طبعا من أبناء هذه المدينة الآن تعود الكتابات إلى جدران هذه المدينة رغم أن هؤلاء الذين يكتبونهم ذاتهم الذين اضطروا للمصالحة مع ميليشيا أسد الطائفية للعودة إلى منازلهم كونه لم يكن لديهم أي خيار آخر كما يقولونهم بالطبع يعني يؤكد ناشطون من أبناء المحافظة أن هناك عمليات أخرى تجري في محافظة درعا وبشكل واسع يوميا يعبر من خلالها أبناء محافظة درعا عن رفضهم لميليشيا أسد الطائفية ورفض جميع الاحتلالات لكن حقيقة الضغوط كبيرة على هؤلاء والتعبير بات أصعب منذ قبل لكن مع الأيام ستتكون وحدة بين كل القرى كما تكونت سابقا وتكون بشكل منظم وتحقق أهداف محققة كما يؤكد ناشطون بالنسبة للاجتماعات التي تجري من قبل ميليشيا أسد الطائفية مع بعض وجهاء محافظة درعا ميليشيا أسد الطائفية تحاول أن تنفرد بكل قطعة من محافظة درعا على حدة لكن ما قام به بعض هذه القطاعات هي تشكيل لجان مخولة بالتفاوض مع ميليشيا أسد الطائفية بعض هذه اللجان كان مطوعا لميليشيا أسد طائفية وبعضها يتعامل معه بنديا لكن كل هذه الاجتماعات ليس لها نتائج لأن ميليشيا أسد طائفية كل الوعود التي تقوم بإعطاءها خلال هذه الاجتماعات لا تنفذ بتاتا وبالتالي هي تتعامل بالعقلية التي تريد ومتى تريد كل ذلك أيضا وهنا نقطة مهمة أنه يجري في ظل مراقبة روسية واستمرار مشاريع إيرانية في ذات المنطقة هل هناك أي مؤشرات لاندلاع ربما مظاهرات التي شاهدناها قبل فترة في درع البلد أو غيرها من المناطق نعم تكلمنا وسام خلال الأشهر السابقة يعني خلال الأشهر عن احتقان متواجد في محافظة درع وهذا الاحتقان يزداد يوما بعد يوم وعبر عنه أبناء محافظة درع من خلال الكتابات التي لا زالت مستمرة إلى حد هذه اللحظة أما بالنسبة للمظاهرات فهناك ربما تكون صعوبات تواجه المتظاهري من أبناء المحافظة لا سيما يعني ضغوط داخلية أيضا من قبل قضية فصال مصالحة الظروفهم كما يتحدثون ليست كما هي في السابق لكن هم يودون الخروج بالمظاهرات ويعلمون متى يخرجون بشكل منظم يحقق أهداف أكبر خلال الأيام السابقة كانت هناك حقيقة دعوات لتظاهر من أبناء محافظة درع لم تخرج مظاهرات بسبب تهديد ميليشيا السيدة الطافية وإيصال رسائل مباشرة إلى بعض الشخصيات المؤثرة يعني استطاعت ربما تقليل هذه المظاهرات بعدم الخروج لكن أن نقول أنه لن تخرج مظاهرات مجددا في محافظة درع هذا أمر يعني بات معروفة لدينا أن أبناء محافظة درع لا زالوا يرفضون ميليشيا السيدة الطافية وبالتالي سيخرجون مظاهرات عاجلا أم آجلا أشكرك جزيلا شكر إبراهيم الحريري طبعا مراسل أورينت نيوز على كل هذه الموطيات كنت معنا مباشرة من إسطنبول شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر